السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم كابتن هيني النهاردة أنا في ضيافة نجم أمريكا البطل اللي بجد عمل طفرة محدش مصدق اللي هو عمله الناس كلها مصعوقة كل الناس كانت بتتنبأ لأنه هم مقدارش يحارب مع الأمريكان وماقدارش يقف على رجله وماقدارش ياخد كارتل الاحتراف الرجل ده غير المخييس غير المفاهيم وقف على المسرح كان معاه تقريبا حدود ده 15 لعب أو 17 لعب حاجة زي كده ما كانش فيه منافس معانا النهاردة كابتن اسلام المحترف مش الهاوي خلاص موضوع الهاوي دي خلصت بقى محترف بتعارف ان دايما كان فيه سراعات ومشاكل حاجات كتيرة جدا كانت معارقلات جامد جدا اه ايه اللي غير النقلة ايه اللي عمل النقلة دي ايه اللي خلاك ان انت تبقى تركز وتبقى بطل واحنا هنخد في بعض التفاصيل شوية بس خلينا نرجع من البداية انت كنت في مصر وتقابلنا انا وانت في مصر في بطولة كابتن احمد علي وكت ما شاء الله في كونديشن عالي قوي وقالت لي هاني انا مش قادر انا لازم امش فالي ما كنتش قادر منه الى اللي حاصل في مصر خلى عليك ضغوط كتيرة بص بصي هاني انا طول ما انت عندك هدف طول ما انت بتحارب طول ما انت بتعافر في الدنيا انك توصل لهدفك ده والموضوع مسهل انت عندك بتحارب حاجات كتير جدا في حياتك بس انا هحكي لك على الموقف الاخير ده اه انا كنت بمر بظروف صعبة جدا في الفترة اللي فاتت دي بما فيهم كانت موت ابوية طبعا بعدها كانت بعدها بتلت اسابيع كان لازم ان انا يعني اعمل برضو فايت ان انا حارب ان انا اقدر اسافر بطولة العالم في اسبانيا عشان امثل بلدي اه خلال التلت اسابيع ده انا كنت بمر بظروف صعبة جدا يعني يعني المفروض تسمح لي ان انا اقول للمشاهدين اه اتفضل طبعا اه طبعا لا تسمح لي ولا ما تسمع ليشو اه طبعا لا اتفضل طيب اه الراجل ده عامل مركز وكان مستني المفروض المكافأة من الدولة احنا اللقتي منتكلمش على الاتحاد المصري للانتحاد المصري وصل لمرحلة اللي هو قال جاي انا مش عارف عملي القرار قرار وزاري مش قراري فخلاص حط بقى موضوع الاتحاد المصري على جامل دلوقتي الراجل ده كان بيحارب ان ياخد الجايزة بتاعته لسبب واحد بس ان زوجته يعني الحمد لله ربنا شفاها وعفاها انه بتمر بازمة صحية جامدة جدا وكان مطلوب مبلغ مالي فوق الجايزة بتاعت اسلام بثلاث اضعاف وكان المفروض ان يدفع جزء والدولة ممكن تساعد تساعد هنا في امريكا ممكن يساعدوا بجزء بس لازم هنا عشان الهيلس كير لازم بيقولك انت بتدفع جزء والدولة بتدفع جزء تاعته فاسلام كان عايز الجايزة دي عشان يحلق مراكمة فالكارثة هنا انه ملقاش حد يوقف جمه ممكن تحكي لنا شوية بقى بس انا بيعتبر بعد ما موت ابويا كان مفروض ان يسافر اسبانيا بعدها بطلق ثلاث اسابيع عشان العب بطلق العالم والحمدلله قدرت طبعا ان انا احارب بقى اسافر وان انا امس البلدي واعمل ثالث عالم رغم ان انا شايف الى حدا ما كان فيه ظلم بس طبعا الحمدلله على كل شيء وفضل من عند ربنا وبركة دعوة الناس والاهلي اللي واقفوا جنبي وكل حبيبي طبعا قدرت ان اوصل للمركز الثالث المهم ان انا رجعت فرغم ان ساعتها كمان يوم صفر ايدي اصلا كمان زوجتي كانت عاملة حادثة في نفس اليوم ان انا كنت مسافي في اسبانيا بس طبعا مفيش حاجة بتوقفك انت دايما الناس لازم تشوفك ان انت قوي الناس لازم تشوفك ان انت ما بتستسلمش دايما بتضحك بس فهمت رجعت من اسبانيا كنت منتظر من الدولة مش منتظر من الدولة كنت منتظر من الاتحاد ان هو يسعفني في المكافئة في دلت طبعا اكلم كل يوم حد من المسؤولين يعني بنذكر اسماء يا اسلام احنا بنحاول يا اسلام احنا مش عارف ايه اسلام كل يوم طبعا الناس ما تعرفش شيء الاسلام فاكرا ان اسلام قاعد في امريكا معك فلوس انا اصلا لو ما اشتغلتش اتكرش من المكان ان اقعد فيه اصلا فالناس فاكرا ان انا عايش في امريكا يعني ما شاء الله يعني معي سبونسر ومعي كباتن والناس ومعي فلوس فطبعا انا بس بفاهم الناس بفاهم الناس اللي بتحبني ازاق لو انت عندك هدف مفيش حاجة بتوقفك الناس لازم دايما تشوفك ان انت قوي الناس لازم تشوفك ان انت ما بتقعش دايما بتضحك قادر على انت فيه متنساش ان انت بتحارب هنا حاجة اسمها الانصورية بس انا مش هقولك انا بحارب قد ايه او بحارب ايه انا بحارب حاجات كتير جدا بس بفضل ربنا سبحانه وتعالى باركة دعوة الناس اللي بتحبيني وبركة دعوة امي وزوجتي طبعا الحمدلله بقدر ان انا حارب و بقدر ان افضل انا قوي وصامد قدام المواجهات دي بس فانا فضلت اكلم كل يوم المسؤول قاعد طبعا ايه مطوح فيها طبعا فكان لازم ان انا الفطرة دي لان انا لازم اسافر عشان اقمضي تعهدات للعملية دي لان كانت عملية حرجة جدا جدا اعملية حساسة ايه حتى انا قلت للمسؤولين العملية دي ايه طبعا انت ممكن عملت حتى لقاء معاهم اه اه اهم مليتش اي تقدير مليتش للأستاذ احمد الشامي اه ربنا يخليه طبعا داني جزء من المكافأة وده كان حتى يعني كان جزء من طبعا التذكارة ان انا سافر بيها وسافرت وروحت عملت العملية اه توضيح العملية مش ليك لزوجتك لزوجتي اه طبعا عشان بس الامر ما يختلطش عالناس في بقى موقف حصل هنا طبعا انا احب بس ابيانه للناس طبعا اه هي من شمية الرجال يعني مش مش موقف انساني اه اتصلت برضو نفس المسؤول قلت له انا مش مش قادر ان يعني انا انا في حالة دلوقتي صعبة جدا فكل اللي عايزه منك انك تطلع لي ابدئس حالة سنسنائية حالة انسانية مرتبك الشهري لولدتي انه ابعته لولدتي لقيت تجاهل تام منه بس شكرا انا لما سألت على السؤال ده او طلبنا الموضوع ده من المسؤولين كان الرد ان الليحة بتقول طالما اسلام لم يتواجد على الاراضي المصرية فهو خارج بس 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 اي هاني بس اي هاني سيبك سيبك من الله انا انا اكلمت بالمحمل الانساني طبعا بالمحمل انا راجل انا سفرت ودوست على كل العقابات اللي كانت قدام عشان روح امثل بلدي عشان في الاخر يقول لك اه اس القانون بيقول كزا لا طبعا انا بقى اقول لك انا ما قدرت تقول كزا ورغم كده برضو انا سفرت عشان اقدر امثل بلدي والحمد لله وكنت في الفين واربعتاشر عام الاول عالم وكان كانت المكافأة برضو كانت تحضيع علي بسبب برضو غلطات في الاتحاد المصري بس انا مش مش عايز يعني اللقاء كله يبقى على انا بس حبيت اوضح انا عايش ازاي وبعمل ايه ابمر مع الاتحاد انا بشتغل كل حاجة واي حاجة. كل حاجة واي حاجة الناس فاكرة طبعا انا يعني انا انا بشتغل كل حاجة واي حاجة اي حاجة بتجي فلوس ان اقدر اصل فيها على نفسي واصل فيها على بيتي وعلى المسؤولات اللي عندي في مصر. فمعا عنديش حاجة اسمها ان انا اسلام مصري زيما الناس فاكرة بطل العالم اسلام المصري اللي عايش في امريكا طيب. هيا دي حقيقيا. طب معلش ممكن بس تدينا اي حاجة من انت بتشتغالهم اي طبيعة شغلة انت تشتغال لا والشغل مش عيب لا طبعا طبعا انا بشتغل اي شغل انا بشتغل سكيوريتي بشتغل مدرب انا في الاول اول ما جيت انا كنت باكمس وامسح واعمل كل حاجة واشتغلت في عربات اكل اشتغلت كل حاجة بس الحمدلله دايما الناس شايفاني شكل كويس باتحك قوي بس هو ده الناس اللي بتعرفوا عني يعني هو اكتر حاجة اعرف عن اسلام انه بني ادم الصامت ما بيتكلمش ما بيفتحش بقلة حاولت تنكش وكزا مرة في حاجات كتيرة جدا ما بيتكلمش بس انا المرات دي لما عدت معايا انه هارف امريكا بتقول له اسلام الناس او جمهورك او محبينك من حقهم يعرفوا انت عايش ازاي لان بيبقى من الغلط ان انت تحفي جزء من حياتك لان انت ما بقيتش شخص عادي انت بقيتش شخص عام مشبور الناس بتحبك عايزة تعرف تفاصيلك عايزة تعرف حياتك ماشي ازاي دنيتك ماشي ازاي امورك المالية ماشي ازاي من حق الناس بتعرف الحاجات دي مش للتدخل بس للفكرة انه هم حابين يعرفوا تفاصيل حياته فانا اقولت له احنا لازم نتكلم والكلام يبقى من القلب افتح بقى دبامك للناس بتريتكلم قول معلومات قول حاجات كتيرة عن حياتك هو وعدني انه ينفتح معاي النهاردة وماشاء الله يعني سلسال من الكلام وانا مش متعود على اسلام من كده انا متعود مع اسلام اللي هو اللي ابتسامة وساكت وايوة انت صح عمر ما قال انت غلط او ينتقد حد مش مقول كده عشان اعاد معاي بس اخسم بالله هو نفس الحالة بيه هي لو سألت اي حد يعني يعرف اسلام هيقولها كده بني ادم طيب ساكل ما بتكلمش بتيه عبيبا تعالى منين النقلة تانية يا ريت النقلة التانية انت جيت امريكا بعد ما حصل المشكلة بتاعت زوجتك وكده ايه اللي خليك تفكر ان انت تتمرن عشان تخش بطولك بس انا ليه طموح وليه اهداف اسبك من الحرب اللي انا دائما بحاربها كل واحد ينا عنده احلام وعنده طموح صح حلمي طبعا انا اكون بطل حق هدف معاي نفس طبعا اشرف اهلي وناسي وغير كده وبرده انا عايز احس ان انا مبتكسرش انا دايما انا طوي انا دايما قادر حارب مهما كانت الظروف صعبة مهما انا بواجه اه انا واجهت حاجات كتير جدا صعبة في ناس كتير ما تعرفش المواجهات بس القريب مني طبعا يعرف المواجهات ان انا واجهتها بس قدرت طبعا ان انا اقدر عديها بفضل الله اه انا ماليش يعني مفيش سبونسر مفيش مدربين لازم اشتغل عشان اقدر اجيب مكملاتي لازم اشتغل عشان اقدر ادفع الجم لازم اشتغل عشان اقدر ادفع ايجاري لازم اشتغل عشان اقدر اصبح على اولادي يعني مش قلسي عندنا في مصر اي في مفيش الجمات هنا ما بتصطدفعش لا 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 ما فيش الكلام ده انت لو ما اشتغلتش ما تلاقيش تقعد في مكان تتعيش فيه هنا انت عارف انت تعيشت في غربة وفاهم الغربة يعني ايه غربة يعني طفة يعني حياة صعبة حياة ما بترحمش. الناس فاكنا انت عايش في امريكا ان انت بتجبش وتاخد فلوس. يا ريت. يا ريت. على فاكرة من ساعة ما جينا هما اللي بياخدوا مننا الفلوس والادي لازينا. عملين اصرف جامد اوي. بسمع لينا. الطموح خدك ان انت تركز وتلعب بطولة. اسلام كان مكتب على الموضوع خالص ما كانش اقل لحد انه بيحضر تماما ما كانش اقل لحد. كانت اصعب فطرة دي يعني. وفجأة ابتديت الاحظ ان في صور كده كانت بتنزل من الفترة الفترة. وانت عارفيني طبعا يعني دي شغلانتي ان انا تابع الابطال. فانا لقيت فيه تغير حتى وهو لابس. يعني ما اسلام ما بتصورش بتشافتات قالع كتير. فوهو لابس انا حسس ان فيه تغير. فبصراحة اندخلت له في الخاص قلت له هو فيه ايه. فقال لي لما فيش حاجة عادي ضد انه. قلت له لأ. الموضوع مش طبيعي. وعلى فكرة انا جاي امريكا. عشان انا خطر اغطي اولمبيا. هو سمع الخبر ان انا جاي اولمبيا قال لي هاني طب انا هقولك على مفاجهة كمان. كنت بتصرف ازاي كنت عايش يعني انا عارف ان الدنيا صعبة وضيقة عليك. اسلام اسلام حياته مش مسهلة. فبرمي المسئولية لحد تاني. الحد التاني ده هو ليه خباله مني. فيش حد هنا بيساعد حد. هنا مع نفسك. السؤال جاي اوه. دلوقت انت بتقول ظروفك المدية مش تمام قوي. حياتك صعبة. عندك مشاكل صحية بالنسبة لزوجتك. خطيت المحنة بتاعت الكام ساعة لقابل المطلوع المسرح دي ازاي كان.